نواب ترشحوا فخسروا مقاعدهم ما هي أبرز الوجوه النيابية التي ترشحت عن دورة انتخابية جديدة ولم تستطع الوصول إلى الندوة البرلمانية وأي أسباب وظروف أدت إلى سقوط هؤلاء النواب في الانتخابات هذه حباش عن دائرة الشمال الأولى عكار ترتبط ظروف وعوامل عدم القدرة على العبور إلى الندوة البرلمانية مجددا في غياب الماكينة الانتخابية المركزية لطيار المستقبل إضافة إلى استفادة الطيار وطن الحر من هذا الواقع سامي فتفت عن دائرة الشمال الثانية ترابلوس المينية والضنية ترتبط عوامل عدم النجاح بالوصول إلى الندوة البرلمانية مجددا بطبيعة اللائحة التي شكلها مصطفى علوش وسامي فتفت مع الاعتماد على مرشحين قويين في كل من المينية والضنية وهذا ما أدى بطبيعة الحال وبحسب القانون الانتخابي الحالي إلى حجز المقعد الأول في اللائحة من نصيب مقعد المينية ما أثر على الواقع التنافسي في ترابلوس إضافة إلى اعتبار مرشح الضنية الذي نافس فتفت على المقعد في اللائحة نفسها مرشحا قويا لجملة اعتبارات متعلقة بقدراته المادية فيصل كرامي عن دائرة الشمال الثانية ترابلوس ارتبطت أسباب خسارة كرامي للانتخابات بالمرشح رامي فانج عن القوى الثورية وقد استفاد فانج بطبيعة الحال من أصوات اغترابية كثيفة دخط له أصواتا أدت إلى الإطاحة بكرامي طلال إرسلان في دائرة جبل لبنان الرابعة أشوف عليه ارتبط سقوط إرسلان وعدم قدرته على العبور إلى ندوة البرلمانية مجددا بضعف حالته الشعبية وترشحه عن المقعد الدرز الثاني الذي يعتبر مقعدا ضعيفا في ظل اعتباره المرشح الأساسي عليه وهنا بطبيعة الحال نقصد ضعف الحالة الشعبية لإرسلان بما أدى إلى استفادة المرشح مارك داو الذي استطاع تحقيق نتائج متقدمة جدا حيث تفوق على الإرسلان في الأصوات التفضيلية وبرز أنه متفوقا على إرسلان طيلت ساعات فرز الأصوات في شوفه عليه وهنا الإشارة إلى أن الثورة استفادت من المقعد الدرز الثاني في علي باعتباره مرشحا ضعيفا ويترشح عنه بطبيعة الحال مرشحا ضعيفا هو إرسلان إليل فرزلي في دائرة البقاع الثانية البقاع الغربي ورشية ارتبط عدم قدرة إليل فرزلي على الوصول إلى الندوة البرلمانية مجددا بالترشح على لائحة تسمت بمنافسة بين مرشحيها الأساسيين وهنا يقصد مرشح الطيار الوطني الحر والمرشح الفرزلي الذي لم يستطع العبور إلى البرلمان بسبب قوة مرشح الطيار الوطني الحر الذي نال أصوات تفضيلية أكبر منه وهنا الإشارة إلى أن اللائحة التي ترشح عنها لم تكن تملك قدرة تجييرية أكثر من ثلاث حواصل انتخابية فخسر الفرزلي المقعد الرابع كما خسر نواب عدة أخرون مقاعدهم النيابية ويمكن الإشارة هنا إلى كل من أصطفان الدويهي جوزيف إصحاء علي درويش أليكساندر ماتوسيان إبراهيم عزار زياد أسود سليم الخوري أسعد حردان إضافة إلى كل من النواب أليكساندر ماتوسيان وأيدي معلوف وهؤلاء بطبيعة الحال المقصود بهم أنهم نواب ترشحوا عن دورة انتخابية جديدة لكنهم خسروا مقاعدهم أليكساندر ماتوسيان أليكساندر ماتوسيان أليكساندر ماتوسيان